يلا هناك ضحكة كانت كبيرة ضحكة بالعكس العفوية زوينا لا لا نريد أن نتحك بلا سبب أين يدك؟ بسم الله السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بألف خير إن شاء الله تكونوا كدوزوا هذه الأيام مزيان أول حاجة كنت أتقدر لكم أنني أغلبت عليكم هذه الفترة الأزمة لا أريد أن أسميها بسمية لكي لا أفكركم وإن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء وإن شاء الله أريد أن أعرفكم على الضيف الجديد الذي سوف ينور هذا الفيديو سلام عليكم كديرين لبس عليكم سحلا باسك إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي إن شاء الله 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 إذا كانت من خاطر الجديد الحمد لله والفرجة دست عليناة الأزمة على العالم كله ماشي عليناه لكن الحمد لله والشكر له تعلمنا منها بزر دي المسائل وبالخصوص أنتم الشابين تعلمتوا عدود صبر تلاحظت لأنه لا يحتاجون وليس صبر من البداية؟ من البداية؟ لا أعتقد أنه مربوط في سن معين أو أشخاص معين يمكنني أن أقول أن الكلاب لن تغيب تقول لي تقطعه لا تقطعه كيف تقول صبر لا نرى مرتبط في سن لكن لا نرى كيف تكبرنا نحن في عصر السرعة لا يوجد عهدكم لا يوجد عهدكم كيف تقول 1850 مهم هناك اختلاف مع زمن ماما و زمن لي و زمن الولدات والذي قبل والذي قبل والذي قبل والذي قبل والذي قبل كلما يمشون السنوات كلما تأتي لذي تجعلنا ليس صبورين ولكن مسترسين سأسمي هذه الفقرة أنا و ماما على شدرت هذه الفقرة و على شدرت هذه السلطرة حيث حسيت بأن يأتي بثافة رسائل من عند شابات أو مراهقات أو مثلا أمهات التي كيف نتعامل معا ولداتنا أو مثلا كيف نتعامل مع ماما أو ماما لا تفهمني ولا ولا دي لا تفهموني و يجعوني كبالك بعض تعليقات يعجبوني بثاف مثلا الله يرحم من ربكم لما بابا وماما و لهم أكيد لفضل كلهم على أي حاجة وصلت لها فقلت لماذا لا نشارك هذا شيء معكم أنتم سيكون حوار مع ماما سنسولها بعض الأسئلة و في نفس الوقت هي تسولني و نخليكم حتى أنتم تفهموا هذا التمرين مع والديكم لكي كلنا نفهموا و نتقربوا و نتقربوا بعضيتنا نعم بالصح نعم فقلت فقلت لا تقربوا بين الوالدين و أولادهم كيف يفهموا بعضيتهم حسن اللهم تتعامل مع أولادك باللين و بشوية و بالحسنة و بهادي لكي يجد ستجده سهل يجي عود لك يتقرب لك يتقرب لك إذا كنت يسعب معه يخاف لا يمكنك يقول لك الحقيقة و يجعله من تلك المشاكل لكي يكونوا عندهم لا يمكنك يعبر بهم يقول الوالدين إما إذا كان خجول لا يعود لحد يمشي يلتج المسائل الخيبة بحل المخدرات بحل الفساد بحل المهم يلتج الوسائل لأنه يتجد طريق لأنه يسعب اخذ طريق لأنه يحسن يحسن ما هو السبب الذي يجعله يجعله لك الطريق؟ عام ثاني انا كنشوف انه مهم بزاف تربية الاسرة لان تربية الاسرة كنظن لها واحد دور اللي نعطيها انا مثلا واحد سبعين بالمئة قبل تربية ديال مدراسة قبل تربية ديال وسائل الإعلام قبل تربية ديال المجتمع مثلا اصدقاء وكذا كل ما مثلا ايلا تشبتي من صغرك بعض القيام علموا مليك والديك فتكبر بحلا ماشي اي حاجة تزاعزاع ذلك القيام اللي انتكتسبت لان مبادئ فهو ممكن يكون رباوك مزيان وعلموك بان هذه غلطة وهذه صحيح وخصوصا الفترة ديال المراهقة المراهقة زعمة ضروري الامهات وخصوص الامهات احتاج الاباء الاباء تقرب الولد ومراهقة تقرب البنت لان المراهقة تعرف تعرف الامهات كثير من بابا ودائما دائما الام تكون صاحبت بنتها دائما وقوم بسهولة لان ايلا ايلا كنت تعمل معها بالقساوة أو كنت وقوم برشان هذا الدرية لا تتحلوها على العين كل ما هي ممنوع مرغوب أي شيء مثلا تقول من اتياها على اولاداتك أو ما تقرب حيوض مثلا تهضر مع أبلين لا أرى هذه غالطها من الأحسن لا تدريها بالتواصل أما يقول لا ممنوع إذا قدرتها سأقتلك بالأحسن هذا ما ستدرها البنت والدري كل شيء سينتاقم لا يريد أن يجرب قالوا لي لا تدريها بالضبط فهي ينضي الدري خصوصا لما يكون في مرحلة المراهقة مرحلة المراهقة هي صعبة فهي يترى المشاكل فقبل أن نصل إلى هذا الشيء يجب أن يكون التواصل بين أب والإبن والأم والأبناء فنبدأ بالفقرة الأولى مستعدة أمي؟ نعم مستعدة كما أنت نصل إلى الأسئلة تقرأ الأولى في هذه الثلاثة الأسئلة وكل سؤال سوف نصل لك سوف تصل لك يا الله بسم الله ماما أنا كبنتك كنت أعني لك؟ بنتي وحبيبتي ودنيتي وكلهم وأي أم مسكينة كلهم أمهات الله يجعل لهم أمسكين الله يجعل لهم أمسكين يا رسولي وما ستعرفكم حتى أنا؟ أمي أمي لأنني سأذهب ونموت نعم أنت جنوب ماما، ما هي الأشياء التي تميزني على الولادات الآخرين؟ أنا كشخص، ما هي التي تميزني على الولادات الآخرين؟ أنت التي كنت أعرف عليك وكي يبين لك العالم كلهم زويني يا سلام نعم لديك ش أنت الخيب لا والله ضمن المرح لم أكن أريد أن أرى أنني أردت شخص لأنني لم أكن أريد أن أرى أن الشخص لأنني أريد أن نرى شخص أنا أعرف أن هذا شيء منافي مع الواقع لكن걸 أريد أن أركض في ناس المخيبين قحلها أن أشعر بك وجدت شبابة إلى جديدة التي لم تعجبني قحلها أن أكرر أن أ個人 أفكار أنا لم أكن أريد أن نفكر بهذه الطريقة كلما نفكر بهذه الطريقة نحس برأسي لا نعطي كثير نقول خايفة من الناس، نقول ما كان بداعش، نقول ما كان ديش بذلك ولكن كنت نشوف الناس زوينين، كل مرة نريد نعطي حسن ما عرفت، أنا هكذا نحس نعم، هذه نجد مختلفة على الناس فيهم حيث الناس يشوفوا كينزوين وكينغيب الحسن أو ذا نحس بكل حسن، غير ذا، لا مما ما أقف الضمن هذا تميزني، ما يشوفيك في الأناس ما هو يشوف طبيعة كينزوين، لا أنت أسمى على المسمة فكرة نغزة الكرم، فكرة اي شخص في العالم نرقائك يا ناس كلمة أكثر مني أنا ولكن نحس بأن عندك الكرم بحل اسمية دارت عليك عزيز عليها أنا هذه الصفة عزيزة عليها نحبها ونفرح وحتى نشوف بأن هذا الشيء اللي عشناه كله طبعا الفضل كيوان الله عز وجل والبابا يتخدمه دمر بزاف إنسان مناضل وانتي صبار ضروري وكيف ربي خلاكم تكونوا مع راضياتكم وبدأتوا من صفر وكيف ربيتون وكيف صبارتوا على كل شيء الحمد لله طبعا الأباء كلهم هكذا ولكن أنا كنت أرى أن لا أستطيع أن نصل إلى المرتبة لكي أنت وابا لغيك تقولها كل واحد يأخذ من وليدي لغيك تأخذ من الأب وكيف تأخذ من الأم ياريت لا ضروري الناس يقولون لي لماذا أنت متفائلة وكيف ترى الحياة بدون واقعية لا أنا رأيت صعوبات في الحياة بزاف مع ماما ومع بابا ولكن بابا وماما هكذا في أحد تأخذ منهم لا يستطيع أن أرأييهم لأنها صعبة لهم كانوا بذلك يقولوني بأن لا رأييي لا ترى أو أحد مكينة وشبك أي شيء لا نستطيع أن نعودهم وصبرهم لديهم دعني أن وصلوا ودعوا ودعوا لماذا أنا كبنت لم أستطيع أن أصبح فهذا ما يجعلني صراحة نكون متفاعلة أنا لم أكن دائما حياتي كلها متفاعلة ولكن كنت أشعر لنا حتى لو كانت شيئا شر لنا إلا ورب العالمين من بعد كده فينا خير دائما هذه أي شغل ترى لكم في الحياة نعم عندما لا تخيلينيش دائما الحجم ديال الصعوبات والعقبات اللي مروب منها بابا وماما ولكن كيفاش جاوزوها كيفاش آمنوا برب العالمين من الأول وآمنوا برأسهم أنهم يقدروا يتجاوزوها هذا الشيء اللي يعطاني أنا واحد نظرة للعالم أن نقدر حتى نوصل وأنا ما عنديش صعبات لي كانت عند بابا وماما وعاوتاني أي حاجة تشيحد سواء مرض سواء بطيلة مشاكل هموم حتادي الدنيا وديما يدير بنادم في عقله إن بعد العسر يسر إذا لم تكن في القرآن أعطيك إن بالصح إن ضروري تشد إن تكون حاجة أكثر من طاقتك ولكن من بعدها سيطلب بك يعطيك واحد اليسر واحد الكرم واحد بقدر من أنت كنجازك بقدر الصبر بقدر الصبر وفوت الأمر لله سبحانه وتعالى حسنا سؤال الثالث كيف يمكن أن تكون صداقة بين الأم وبنتها؟ ضروري يا بنتي ضروري أنا والله العظيم إلى زعمة هناك شيء للأمات كلهم يكونوا 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 لأوليدة صغار تكون صارمة أنا ركنت صارمة معكم صارمة 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 ونربيكم هالصح هالصح هالغلط صارمة بالخصوص من الابتدائي أنا أبدأ معكم عندكم 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 فهمتي ضروري كيف تكبر البنت مثلا تفيد سن مراهقة في ساعات تلقيها صافي تكون ساعات عارفة الصحة من الغلط ولا يمكن أن تكون الغلط الوالدين يربي ويقومون في الصغر مهم جدا تربية الدرام كبرية الدرام بسوط ويمكن واحدة ضرورة نحن نعلم بالخطأ مثلا أتيت ومشي ومشي بلد لدين أعرف حدودي لأن أخبر لأن أسلام إن لم نكون لحدك لكل أخبر السابق ومشي حتى لن نفعل شيء غالط أو شيء، نقول ربك يشوفني ربك وحدايا فكل الوالدين يعلموا لولاداتهم هكذا يعلمهم بأن أخصهم دائماً يفكروا بأن رب العالمين يشتراك في المكان رقيب عليهم يعطوهم مثلاً يتقف رأسهم يعتمدوا على رأسهم يبنيوا حياتهم وشخصيتهم يعلموهم يجب عليهم تتكلمين على وليدهم أيضاً لأنه لا يدوموا وهم يقولون مهما يستطيع أن تتكلمين على رأسك يجب عليك أن تكون حسن حتى أنت تجاوز الصعوبة تلقى بشأنك شيء صعوبة أو تستطيع أن تجاوزها ليس قلت بماما أو بابا أملكاً بحقك تستطيع أن تنقضي رأسك ومهما أنت تتكلمين المؤمن الضعيف وإجابتي على هذا السؤال خاصة تكون صداقة بين الأم والبن والأم والإبن والأب والبن لأن المجتمع لا نعرف كما قالت الماما كان الناس الخيبين كان الناس المزيانين بعد المرات كانت تعرفوا على الناس لأنهم خيبين فمثلاً كانوا عندي شيئاً يجب أن نعاودهم ممكن أن يكونوا أسرار ممكن أن يكونوا أحسن نعاودهم الماما وماما عرفاني أنا إنسان غامضة أنا لم أكن نعاود الأسرار أنا لم أكن نعاود أنا لم أكن نعاود نعاود لصحاباتي نهضروا ولكن يجب أن ننشحوا لا نستطيع أن نقولهم طبعاً كل شخص يحافظ على رأسه لا يستطيع أن يكون كتاب مفتوح أنا كنت من غالقة أكثر أنا كنت الوحيد التي كنت أعاوده جيهاد كبرت والتي كانت نعاود إلى ماما والتي كانت نهضر معها عندما كنت صغيرة جيهاد كانت تهضر مع ماما كثير منها جيهاد كانت صاحبتي كثير منك أنا كنت دائما في حالة غالقة على رأسي لا أريد أن نعاود لصحاباتي ويجيهاد كانت دائما تقول لي أنت تعاود لي شوية من كثير من حيث أنا كنت أشعر بأن أي حاجة تقول لي لا نعاودها ولكن كنت كبرت كيف تزاد 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 الوالدان هناك كل ما نقول عند البنات بالخصوص لأن البنات بل أخرج ويجب من زوجين أنت تعضي في نفسك مم مم صعبة ماما تريد أن أعطيها الحرية ماما صعبة لم أعطيها الحرية نعم نعم كانت أدر مع ابنة صغيرة ورين هذا الشيء بنتي لا تشعر بها تتولدي تتولدي وعرفي أن ماما مسكينة لكن قلت لك على شيء مصلحتك قلت لك شيء ما أعجبتك مصلحتك هذا كل شيء صالح للأبناء او ثاني لم أكن لدينا مدينة وعرفت القضية كنت أتمنى نهار نمشي نبات مع بنت لا يمكن لا تسأل لا تستطيع ذلك لا تستطيع ذلك لا تستطيع ذلك موكنا نبات مع بنتك لأننا ممنوفة ممنوفة وممنوفة خوفة نعم أنا أعرف بعض المرات يكون مبالغة يكون الخوف مبالغ لأنهم والدينا ولكن أعرفت أن كل شيء كان من الخوف يخافوا علينا نهارك تبين لأب والأب ديالك بأنك قادر تحمل المسؤولية نهارك صافر معي بابا كان مستحيل صافر بوحدي مستحيل جدا ولكن نهار بابا صافر معي لتونس و شافني أني قادر تحمل المسؤولية قادر نسافر بوحدي حتى كنت متحدثة وكنت كستاع عندي 18 عام فشافني وشاف الناس تصوروا معي وشافني كان عرف نهدار وكذا كان فخور بي يخلاني هو ماما مرحلة ثانية بشأنني نستطيع نسافر بوحدي أنا لم أكنك قلت لهم خليوني نسافر بوحدي هو ما يقترح لي بابا يقترح لي يا ماما كانت مانعة أنا مانعة بصح ماما كانت مانعة عندما نرى التعليق والبنات يقولون كيف يجب الوالديك عندما نرى الوالديك عندما نرى الوالديك رح تحنا بنتي أنا من دوك النحلي كنخاف و كنقول فلا ولكن مع الوقت عندما نرى الوالديك قادر تحمل المسؤولية قادر تعمل شيئا يعطيك فرصة و تحققها فمن بعد الوالديك يريدون أنه غير خير يقولك يلا الوالديك لديك المساكن الذين لم يصلوا لي يريدون أن أولادهم يصلوا لي لا تتعرفون هذا الشيء من بعد أبا و الأمهات يحاولون التواصل مع أولادهم وهذه هي وهذه هي الفقرة الثانية الفقرة الثانية سوف نتعرف على موضوع هذه الحلقة التي سوف نتعرف على الإهدابة هو التواصل بين الأبناء كنظن بأن الفطرة مزيانة التي نحن في هذه الأزمة ربا ذرتي لنا فيك يقوله لكي كل أم تقلس مع الأبناء و تفهمهم و تتواصل معهم و تهضر معهم و تسولهم و تتعاملهم كيف تتعامل صحاباتها مجددا تقربي أولادهم و تتعاملهم و تحسينهم أنهم في أمان و امان و تهضر معهم فهم تحتذيك الأزمة و تقوله موضوع و تقول أباك يحسون بأننا حسن و تقوله أباك يحسون براثهم حسن اباك يحسون براثهم كيف تفهم أولادهم Oui و ماذا؟ الولادين السكنين يريد أنت و تتوقع الولادين لا يرى ما يوجد لأنهم لا يوجد حزن حيد و يفرح معهم لأننا نتواصل مع الأباء لنا لأننا نظن بأنه سوف نكتسبوا تقتنا برأسنا و كان لدينا مخاوة يمكننا أن نخرجه من ذلك المخاوة و يعلموكم من التجارب و يعلمونا من التجارب لهم لأنهم كبير من الناس فأكيد سوف يكون لديهم الكثير من التجارب و إذا تعلمت شيئا نعلمها الماما بالعكس يكون هذا التقبل و الأباء يرون أصدقائهم كلما كنت أرى صديقة ماما كنت أقول لها عاودي لها كنت أعاودي لها على دابا كنت أعاودي لها على دابا كنت أشعر برأسي فرحانة كنت أشعر برأسي برأسي تكون صديقة ماما كنت أتمنى أن تشاهدونا تكونوا تشاهدوا هذا الفيديو مع الوالدين ديالكم بالعكس هضروا معاهم سؤلوا مع هذه الأسئلة اللي أنا كنت أقول بابا وماما كنت أقول بابا وماما سؤلوا هالوالديكم فدابا باش نفهموا كتر التواصل وش كان من قبل وليلا غمير وحتمرين لا قبل قبل شوية كانوا كانوا الوالدين شوية صعب كتر من دابا كنت أردوش على القديم كان هضر على وش أنا إلى أي حد أنا كنعرف ماما إلى أي حد تحقق التواصل بيني وبين ماما تحقق التواصل فأطلبت منها أنها تضي لي بعض الأسئلة وأنا نجاوب عليهم وش كان نعرفها ولما كان نعرفها فأنا بغيتكم هالتمرين تديرهم مع الوالدين ديالكم هاي ورقة هكا كنتم ماما نشوفهاش قلت ليها بلما توريني الأسئلة ماما نقطع في المونتاج لحاجة اللي ما نعرف لا مكنش تقطع مكنش في الفيديو كله لا كله ماما نقطع فيها 40 دقائق نعم ليس سوقي أنا المحتاجة لن تخضي على المشاهدة فهذا ما نحن تفتار ديالي وانتي ماما بغيت تسوليني ونشوف وش أنا كنعرفك ولا لا هذا هو التمرين للحلقة الأولى حلقة الثانية نشوف التمرين نبدأ من اللون إنا لونكي يعجبني إنا لونكي يعجبك ما حال هذه كنت تحمق على القهوة القهوة كان هو لونك المفضل دابا دابا كنحس الحمر ما عندك شمعه اللغوز كي أعجبني أنا البنفساجي كنحش اللي كي أعجبك البيج لا الخضر والزرق لا أعجبك الزرق خد تشوفيني شريت الزرق في الجلابة ما عجبتني انا قضيت الألوان دابا وانا كنفكر شي حاجة هنا اه ياك الغوز مدّم اه وعلى بره تركيا تركيا لماذا كل دقيقة تقول لنا مراكش؟ أخيك يقول لك في السهد وفي سبحان الله كان مراكش ما هي الفوبيا التي لديك؟ صيارة ما هي الصيفة التي لا تعجبني في الإنسان؟ تعطيني ثلاثة الصيفات ما هي التي لا تحملها؟ نفاق أنا أعرف كماما المتكبر ماما أنا قتلك واحدة أنا والمتكبيرين نعم سوف تنط لا 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 الحقار والمنافق ما هي الصيفة؟ كنا واحدة نقولها صافي؟ الحسد الضغطيح نعم 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 مع السلامة يا ربي حفظ لكم وليديكم والذي عنده وليديه ما توليه الله يرحمهم يا ربي ودائما تفكرهم بالدعاء وطلوا في وليديكم إلى ما زال عندكم حيين ومعنا شي واحد اللي ممكن يطلّى فينا وفي اللي ناضل والواحد يطلّى يطلّى الوالدين يطلّوا في ولادهم وولادهم معوتان يطلّوا في وليديهم شي يحس بشي شي يخفف على شي وإن شاء الله إلا بغيتو إنتا بغيتو تكون الحلقة التانية حيث أنا استمتأت مع ماما بزاك إلا بغيتو شي موضوع حتين خرين مركبالي الفيديو يكون طويل بزاك ربعين دقيقة زائد خمستاشر وأنا بغى كل شي يتحط متحدي حتى حاجة مانكنش مرحبا تهلاف رأسكم بزاك وقد نضرب لكم موعد يوم آخر إن شاء الله مع السلامة الله يحفظكم كلكم إن شاء الله بي بي اشتركوا في القناة